قادم من مقاطعة مورة باليونان كما ورد ذلك في كتاب مسامرات الضريف للشيخ محمد السنوسي و إذا قلنا مقاطعة مورة باليونان سنفهم مباشرة أن الرجل في أصله يعني الشيخ محمد البارودي هذا ليس تونسيا أصلا و إنما جاء جده الأول مع الجنود الأتراك تعرفوا اللي في وقت من الأوقات البلاد هذية سبحان الله حكامها ضيعوها كما ينبغي و طمع فيها الأعداء و هجم عليها الإسبان و ول تنازع كامل ما بين الأتراك و الإسبان أحيانا تدخل المصلحة الضيقة و أحيانا أخرى يجي فيها وجه الحق لأن الناس أحيانا يتكلمون باسم الدفاع عن أرض الإسلام يقولك هذو ما أتراك صحيح و هذو ما إسبان صحيح فعلى الأقل الأتراك سبحان الله هم مسلمون و حتى إن احتلونا يا سيدي نفترض من قامة نعرى تقول بأنهم جاءوا لاحتلالنا على الأقل يا أخي يحتلني لهو إنسان مسلم و يعرف مش يعطيني حقي و على الأقل عنده قرآن يمكن أن يضبطه و يكون له حاجزا من عن الظلم من أن يتملكني من هو يمكن أن يضيع حقي بل يمكن أن يتشفى في تعذيبي و يبدأ عامل كيف و لهذا لما جاء هؤلاء الأتراك و لعلمكم مثال نقول جاءوا بالمذهب الحنفي معهم صحيح أن منذ تكون المذهب الديني في تونس تكون المذهب المالكي و المذهب الحنفي مبعضهم ابن غانم هذا يا عبد الله بن عمر بن غانم كان يوم بيوم نهار يقر المذهب المالكي و نهار يقر المذهب الحنفي في القايروان في الجامعة الوحي و ما كانتش عندهم حتى أي مشكلة يا أخي لا بين المذهب المالكي و لا مذهب الحنفي لكن بعد ولاة القضية عندها أبعاد و أصبح البي يقدم من؟ يقدم المفتي الحنفي واللي قراء المذهب الحنفي في المناصب وفي الوظائف يقدمه على غيره وولى تزاحم أحيانا غير متكافئ ما بين المالكية وبين الأحناف المختصر أن المذهب الحنفي قد وجد طريقه عن طريق السلطة الحاكمة وإغراءاتها المتنوعة وجاءوا معهم أيضا برواية حفص جاءوا مع بعضهم الاثنين رواية حفص يعني في القرآن الكريم والمذهب الحنفي بعجباره المذهب الفقهي وأصبح من يريد أن يكون صاحب جاه في هذه الدولة عليه أن يتقرب بالاثنين أولا في الفقه على المذهب الحنفي ثانيا في القراءة يقرأ رواية حفص محمد البارودي رحمه الله تعالى لم يكن منفردا في هذه العائلة إذا مش نتحدثوا على علماء تونس هالبارودي فقط هم علماء كثيرون ولكن مش نعملوا لكل واحد منهم حصة مع تش نخلطوا فأعطيكم بعض النماذج محمد بن الحسين البارودي البارودي هذيا كان متقنا للتجويد وأخذه عن والده حسين توفي سنة 1801 مصطفى البارودي توفي سنة 1804 هذيا كان مفتي في عهد حمود باشا وأحمد بن حسين البارودي هذيا كان أيضا مجودا وكذلك مفتيا وخطيبا بجامع باردو توفي سنة 1814 محمد البارودي هذيا بن مصطفى البارودي مهوش بن أحمد اللي عنه هذا يتو كان كذلك خطيبا توفي سنة 1849 بارودي آخر حسين الثاني خطر حدثكم على حسين البارودي ابن إبراهيم هذيا كان أيضا خطيبا بارعا وعضوا بالمجلس الشرعي بباردو توفي سنة 1850 وكذلك أحمد البارودي والد محمد صاحب شخصيتنا اليوم اللي انتحدث عليه هذا أيضا كان خطيبا رائعا وذا صوت شجي بالقرآن الكريم تحدث عنه بإسهاب ذلك المؤرخ أحمد بن أبي الضياف في كتابه إتحاف أهل الزمان ويقول أعقب أولادا أكبرهم من زين محرابه ومنبره وأحيا خبره كثر الله من أمثاله فهو يحدثنا عن الشيخ محمد البارودي هذا فما اسم هذا الرجل وما هي كنيته هو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن حسين ابن إبراهيم أبو عبد الله البارودي هذا إذن هو اسمه كاملا هو محمد والده اسم أحمد ابن محمد ابن حسين ابن إبراهيم البارودي هذا الرجل الذي قد ملأ الدنيا في وقته بأي شيء بنشاطه فخلينا نشوف مبعضنا بعض هذه الأنشطة الدينية والدنيوية الفكرية وفي كل مكان تقريبا الرجل كان له أثر وبتبعت حال في وقته لأننا نتحدث عليه يعني تصوروا أن الرجل عاش في أي قرن هو عاش في القرن التاسع عشر التاسع عشر ونحن الآن في القرن واحد وعشرين إذن كان فقيها حنفيا وأستاذا في الفقه أستاذا في العقائد تولى التدريس في الجامع الباشي تولى التدريس في جامع باردو هذا إحدى الضواحي الحية لتونس علشان نأكد لكم ما قد تقولي احنا نعرفوه شنو باردو لكن مع هذا نتعجب أحيانا مما نجده في بعض الكتب أن يقول لنا هذا البارودي كان في جامع البارود وجدتها سبحان الله في بعض الكتب بالمعتبر وأرجعوا أنتم بيدكم تلقاوه النسبة هذه فقعد يلوش كلمة البارودي مني جات فظن أن هناك خطأ أنه في باله حبي صلح فأفسد من حيث يريد الإصلاح نواصل أيضا مع نشاطه الديني ممكن أن تتبعوا معنا في الشاشة هو مقرئ فصيح حسن الصوت قصده الناس للإنصات إليه والصلاة خلفه خاشعين وقصده طلبة العلم ليستفيدوا ثم ليفيدوا كان أيضا خطيب جامع باردو إمام الجمعة إمام العيدين في جامع باردو كان الإمام الأول وكان يسعى في خطبه إلى بث روح الإصلاح التي انطلقت من قصور الباي ومن حاشيته يعني تذكروا بيرم الرابع محمد بيرم الرابع يعني ابن أبي الضياف بيرم الخامس خير الدين باشا الجنرال الحسين سالم بحاجب وغيرهم من العلماء والمصلحين الذين عاشوا فكل فترة وقد رأوا تردي الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في ذلك الوقت والتي كانت نتيجتها مع كل أسف الاستعمار الكامل الذي حصل وكانت الكارثة يوم 12 ماي 1881 الشيخ محمد البارودي رحمه الله كان إذا ما قرأ القرآن الكريم الناس يبكون حوله يبكون لماذا تأثرا بكتاب الله تعالى كان الشيخ رحمه الله تعالى إذا ما قرأ القرآن الكريم الناس يتصنتون ويحاولون أن يفهموا كل كلمة يقولها وكان إذا ما خطب يمس المجتمع لأن الخطيب ينبغي أن يكون هكذا هو عرف شنو المهم المطلوب منه وهو أن يصلح تلك الأوضاع مهما كانت يقولك سبحان الله السلطة عندها وسائلها ولكن الإمام الخطيب أيضا له لسانه كي يصلح به ما استطاع أن يصلح ولكن خاصة خاصة أن يكون المثل أن يكون القدوة لأن الإمام هو اسمه إمام إن لم يكن القدوة ويبدأ بروحه فإن صوته لن يكون مسموعا لكن شيخنا محمد البهرود رحمه الله تعالى كان عاملا عالما ويعمل بما يعلم به الناس حتى لا يدخل في أولئك السبعة الذين يرحون والعياذ بالله يوم القيامة من أجل أنهم يقولون ما لا يفعلون توفي رحمه الله تعالى تحديدا في شهر شعبان من سنة 1304 للهجرة الموافق لشهر ماي 1887 موجودة قدامكم تنجموا الدق التاريخ 27 شعبان 1304 و20 ماي 1887 أقول أو يوم السبت 21 ماي 87 الاختلاف فاش الاختلاف تعرفه في التقويم الهجري والتقويم الميلادي المؤكد أنه بالهجري 27 شعبان من سنة 1304 الهجرة وأنه في شهر ماي 1887 توفي محمد بارودي لكن ما الذي جعلنا نتحدث عنه في علماء تونس هي في حقيقة عدة أشياء يمكن أن